أقول عندما نلتقي في عمان وحيث نستطيع مشاهدة الأنوار المشحة من القدس الشريف يكتب الواجب الأخوي والقومي أن نتوجه في مستهل هذا اللقاء بالتحية إلى شعب فلسطين المجاهد ورغم صعوبة المحاولة لنتشبث بشرفة أو مرتفع مما يحقق هدف مشاهدة أنوار القدس فإننا نرى القدس من بغداد بالعيون النفاذ المؤمنة والواسعة لتلك المدينة التي تعرفون كم بدل العرب من تضحيات وكم بنوا من مجد فيها ليثير اسمها في نفوسهم ذكريات طيبة إننا نرى القدس من أي مكان مهما بعد عن موقعها لأن القدس بعد أن تنير فينا كل ما هو خير في الصدور يصبح تبادل الرأي بيننا وبينها على خط المستقيم وتتكلص المسافات بيننا وبينها بل بينها وبين أي عربي وأي مسلم وأي مسيحي من أبناء العروب لتصبح قاب قوسين أو أبناء وهكذا ترتسم دون أن تتمكن عوادي الدهر من محوها علامات بينة على طريق تحريرها إن شاء الله لقد اكتصبت فلسطين بتخطيط وتدبير وتسترجع فلسطين بتخطيط وتدبير متفنين يتقدمهما الإصرار على إحكاك الحق وقد أكد أبناء فلسطين المجاهدون إنهم قدوة في الإصرار والاستعداب للترحية إن ضياع فلسطين لم يكن سببه الأساس قوة إيمان الصهاين بعدالة منهجهم وإنما كان تخل العرب عن قضيتهم ولم يكن سببه الأساس قوة الصهاين فالضعف العرب أما وقد أدرك العرب من خلال عوامل وأسباب شتى منها انتصارهم على أعداء الله وأعدائهم في الجبهة الشرقية وهذا الموقف البطولي لشعب الحجارة القاتلة إنهم قادرون فإن فلسطين ستعود وسيطرد النور الظلام وسترتفع أعلام الحق على القدس الشريف إن شاء الله ستركوا في القناة